السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا حلقة 17 في الشهر 1 سنطرق العديد من الأخبار والعديد من المعلومات وسنبدأ بفقرة نداء حول جوج الحالات الإختفاء المواطنين المغاربة في إيطاليا نتمنى إخوان عليكم أن يأتي الفرج لهذه العائلات نتحدث عن ترتيب جديد كل سنة ترتيب سنة 2024 حول المحلة التجارية السوبرماركاتي الأكثر اقتصادا وهذا المرة ستكون لائحة السوبرماركات المحلية نتحدث عن مواطن مغربي نهار زواجه في البلدية نهار ستشد ومتطبق في حقه العملية للطرد لأول مرة منذ قرن حوالي قرن 99 عام وشركة فيات هي اللي ولف المبيعات في الطاليان إلا شهر 12 ليداز ستفوتها الشركة اللي هي شركة فولتسفاغن ونعطيكم كذلك شنو هم السيارات اللي تبعوا أكثر في سنة 2023 بشعرفوا السوق دي السيارة شنو واقع فيها نتحدث عن تقرير اللي تم تقديم دياله في مجلس الشيوخ الإيطالي كيتكلم على مشكل كبير اللي غيكوني إخوان في التقاعد في السنوات القادمة وهد المشكلة كيتكلموا عليه كثيرا مؤخرا كيف ما غدي تكونوا لاحظتوا وكيقترحوا في هد تقارير واحد السوبر بونس لجميع الناس اللي غيشتغلوا إلى غاية السن 71 سنة في حين أنه غدي نتكلموا على خبر اليوم الخبر اللي راجب زف مواقع التواصل الشماعي وفي النشارات الإخبارية كيتعلق بشركة اللي كتبع السيكان ديال الجلد اللي هم هاي إخوان فاخرة ديرين 350 أورو بش حال كانوا كيتقايموا عليها كيتقايموا عليها بعشرين وفين كيتصيبوا عير في شمال إيطاليا والحالة ديالة العمال اللي كيصيبوا هات السيكان اللي كيخدموا في الليل وكل شي غدا نوريكم الفيديو وكيف ما العادة غنطرقوا الأخبار أخرى كنمغيي شكركم جزيلة شكرا للدعم ديالكم للقناة شكرا بزاف الناس اللي ما كتبخلش بلايك والناس اللي ما مششاركاش اشتركوا باش بقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غادي تكون واحد الحالة ديت النيداء أو حالتين بحكم أنه الحمد لله كل مرة يا إخوان فاش كنديروا حالة نيداء أرى يعني كيسهل الله يا إخوان ولا بداء العائلة ما كيتتصل بها شي شخص وآخر مرة كنت نتكلمني على واحد شاب للأب ديالو كان بغي يستمع لي لأنه كان في حالة صحية حارجة الحمد لله فقل من 24 ساعة تواصلوا يا إخوان مع العائلة ديالو المهم اللي كان هو أنه هات الشاب من مدينة إراد جو كالابرية عنده تقريبا 24 سنة هذه صور أخرى ديالو هذه 6 شهر تقريبا يا إخوان باش بتاعد على المنزل بحكم أنه كان كيعان من اترابة نفسانية على حساب ما قال لي وحد القارب ديال العائلة كانوا الدار ديالو حاضين معهم ما تيخلي وش يخرج حتى قل لي موحد الطبيب اللي كان دائما في إراد جو كالابرية تقدروا أنكم تخرجوا الحالة الصحية ديالو رهات حسنات إلا أنه أول نهار غادي خرجوه إخوان من الضار بدون مراقبة ما غايب قاش يرجع ودابع للاختفاء ديالو داست قريبا يا إخوان 6 أشهر اللي شافوا في أي منطقة من المنطقة الإيطالية هالرقم ديال تيليفون ديال العائلة ديالو يتصل بها الله يرحم بها الوالدين رغم كرفسين يا إخوان اللي شاف ما يبخلش عليهم بالمكالمة في حل أنه الحالة الثانية هي حالة أصعب اللي هي إخوان ديال هات السيد اللي الاسم ديالو محمد كان قاطني إخوان من مدينة روما اختفى منذ عشر سنوات اللي كيسوه علي هو الأخ ديالو عبد المجيد والأخ عبد الرزاق اللي حالين كيسوك له في المناطق ديال مدينة طورينو وهذي إخوان ديالو اللي كانوا دالو عند الكويستورة ديال مدينة فيرنس بالاختفاء ديالو هذي تقريبا عشر سنوات على حسب ما قال لي الأخ ديالو قال لي ديرها فيد الله ما تعرف شي واحد يكون يعرفه ولا شي واحد يكون شايفه هات السيد كان في المنطقة ديال مدينة روما وعلى حسب الأخبار اللي جات لأخ ديالو كان يأخوان كيشرب الكوحول يعني تبلي إخوان حتكبر هو من مواليد 1962 لحالة ديالو الصعيبة ولكن إلا بغل الله إخوان رغا ديالقاه اللي عارف عليه شي حاجة هذي النمرة ديال أخ ديالو رخ دمه كذلك في الواتساب اللي بغا يعيط ليه ويقول عليه شي معلومة سواء كانوا عارفينه بلا أنه راح حي أو ميت اعطيوا يا إخوان شي خبار عليه اسميته محمد كيف ما قلت ليكم وهذه الصورة رها قديمة ديالو اللي دارت في الدين ونشا وهي صورة غير واضحة أنا زوميتها شوية هات الشي اللي اعطالله فهذا الفقر يا إخوان غاد نتطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية والخبر الأول اللي غاد نبدو به عنده علاقة بكرة القدم وغنتكلموا على المنتخب الوطني المغربي اللي بدي إخوان المشوار ديالو في كأس إفريقية المنظمة في دولة كوت ديفوار بوحد الفوز اللي هو مريح وفوز صاحق ثلاثة الصفر ضد منتخب طنزانيا اللي افتتحي إخوان تسجيل كان هو الكابيتان رومان سايس في الدقيقة ثلاثين كان الهدف الثاني من تسجيل عز الدين أونحي في الدقيقة سبعة وسبعين والهدف الثالث بعد دقائق قليلة ثلاثة ديال دقائق بالتحديد يوسف النصيري غير يسجل الهدف الثالث طبي تحلي إخوان هذا هو الفوز الواحيد من بعد إخوان الجولة الأولى ديال دور المجموعات اللي غي سجلوا فريق عربي وفريق من شمل إفريقيا بحيث أنه جميع الدول العربية والدول ديال شمل إفريقيا يا أنها تعادلت يا أنها خسرات غمشوشو في إخوان أخبار ديال الجالية المغربية وغدي مبدو بالخبر اللي كي جينا من البروفينشا ديال موضينا بالتحديد في بلدية كامبوسانتو شابة إيطالية في شهر 12 اللي داز غدي تشعاد البلدية باش تخد رونديفو يا إخوان باش تزوج بمواطن مغربي وحتى الهناية كل شي الأمور عادية إلا أنه رجال الشرطة مني بدو كي حقو يا إخوان على شكونا هو يا هات الشاب المغربي غايك تشفو بلا أنه عنده صوابق وكذلك كين في حقو واحد العملية ديال الطرد مني جاو شوفو يا إخوان اللي هو يمديك لاري به آخر مرة مشو دارو لي الكنترول في هذا المنزل وتبين بلا أنه ما كانش وغادي تسنوه وهاتش اللي لو كيدروا مؤخرا غادي تسنوه حتى النهاري إخوان اللي عنده الرونديفو باش تزوج وقبل يا إخوان ما ينطق بكلمة سي باش تزوج بالشابة الإيطالية غاي حضروا البوليس وغاي منعوا هات الزواج بطبيط حالي إخوان المواطن المغربي حيث عنده صوابق وحيث كعرفوا رجال الشرطة وكذلك فحقوا طرد من الطاليان غاي رافقوه يا إخوان مركز الترحيل ديال مدينة روما تمي إخوان غاي ينتظر باش تسليلي البراتيكا ديالو مع القنصرية المغربية ويتم طرد ديالو إلى المطار ديال مدينة الدار البيضاء في حين أنه وغا نشوفوا خبر سريع اللي كي جيناي إخوان من مدينة كابانوري اللي كينا في البروفينشا ديال لوكا فهد البلدية الصغيرة غاي تسجلي إخوان واحد إنفجار اللي بسبابه غادي تشد العافي في واحد المنزيل ومني مشوا إخوان البومبية العين لما كان ومشوا كذلك رجال الشرطة تبين بالله أنه ذاك الانفجار ما كانش إخوان بطريقة اللي هي عادية بل كان شي واحد اللي حط في المنزل اللي ساكن فيه واحد السيد اللي هو يا إخوان عنده إعاقة وقال سعيف كرسي ومعه زوجة ديالو اللي هي مواطنة مغربية تبين بالله أنه ذاك الانفجار كان ناجم على قنبولة اللي هي يا إخوان سايبة بطريقة تقليدية شي واحد حطها ليهم جنب المنزل طبيعي تحل حتى شي واحد كيف ما كنت تكتف في المقال ما تصاب كانت جروح خفيفة ويعني الواحد المعجزة لتشي واحد فيهم ما توفى أما حاليا إخوان رجال الشرطة رأتي حقوا باش يعرفوا شكل حد ديالو القنبولة أمام هاد المنزل ديال هاد العائلة وعليش حط القنبولة سمها فهذا الفقر يا إخوان وكيف ما كل سنة كمشوا نشوفوا الترتيب ديال أحسن سوبر مارشيات محلات تجارية اللي تقدر تقدم منها في إيطاليا غادي نشوفوا يا إخوان السوبر ميركاتي وكذلك الديسكاونت والفرق ما بيناتهم هو أنه الديسكاونت كتكوني إخوان محلات تجارية صغيرة بحل ليدل لارو سبين ديبيو ومحلات تجارية من هاد النوع كتكون صغيرة وكتكون منتاشرة للمستوى الوطني أما فيما يتعلق بالإيبر أو السوبر ميركاتي راك يكونوا بحل السيلونغا الكوب الكوند فاميلا وهكذا المهم ما غادي نشوفوا يا إخوان هاد اللائحة وهاد العام تزادت كذلك لائحة جديدة ديال سوبر مارشيات الأكتر اقتصادا على المستوى المحلي اللي كي نن يعير في بعض الجهات أمم التاشرة في الطاليان المهم ما غادي نشوفوا شو نطوروا فيهم بزا فرقنا غادي نعطيكم إخوان جوج اللي هما يقدروا يفيدوكم أول حاجة هو أنه هاد اللائحة باش يديرو هاي إخوان سامعوا ل 9500 شخص اللي هما يدخلني إخوان في الجمعية ديال ألترو كونسومو 9500 ربما البعض منكم تبليهم قليلة ولكن راك يكون الاختيار ديالهم بطريقة علمية عير باش نعطيكم فكرة استطلاعات الرأي السياسية راك يكون شارك فيهم 1500 شخص يعني مني كنتك نتكلموا على 9500 راك ديجا ممتاز ومن بين المعايير اللي كي ياخذوها بعين الاعتبار ما شعر التمن ولكن حتى يعني ش ديال الوقت كتسناف الكاسة الجوذة ديال دكشي اللي كتشري وكذلك الترتيب ديال المواد فهات السوبرمارشيات يعني كيفاش كيتم عرض السلع فهات السوبرمارشيات إلا أنه التمن كي يبقى هو أهم شي كي يعتمدو عليه فيما يتعلق بالإيبرميركاتي والسوبرميركاتي على المستوى الوطني هات السنة كيفما السنة الماضية لسي لونغا هي في المرتبة الأولى سريعا كينا يا إخوان إيبركوب الكوب وكذلك إخوان ناتوراسي ناتوراسي هي واحد السوبرمارشيات اللي كي بيعو إخوان ذاك شي بيو تاليهم الكوب ثم فاميلا أما فيما يتعلق بالديسكاونت فالترتيب فهو كالآتي في المرتبة الأولى لاوروسبين تاليها آلدي بريكس ولي السنة الماضية ما كانتش فالرتبة الثالثة من بعدها إخوان كتجي ليدل أميدي توديس ديبيو أنس ميركاتو بني ماركت وأخيرا في المرتبة العاشرة تودي هذو إخوان هو الترتيب دي المحلات التجارية اللي تقدر توفر فيها أكتر أما فيما يتعلق شحالك يخسروا العائلات على التقضية را شهريا عائلة متوسطة را كتخلصي إخوان 490 دي الأورو 27 أورو زيدة على السنة 2022 لأنه الأرقم اللي كنت تكلمو عليها دي السنة 2023 بطبيعة حال هذ القيمة مالية اللي 490 أورو كتكون مؤثرة للغاية خصوصا في العائلة اللي هي من طبقة الهشة بحكم أنه الناس اللي عندهم فلوس 490 دي الأورو أو 500 أورو ما غديش تأثر فيهم ولكن غديتأثر على الناس اللي هم يا إخوان في الطبقة الهشة زيادة على هذا كل ما كيرتافوا يا إخوان الناس في العائلة العدد ديالة الناس اللي كيشكلوا العائلة كل ما كترتافع هذ النسبة ديال 490 أما فيما يتعلق بالسوبرمارشيات المحلية اللي ما كاننش في جميع الجهات في المرتبة الأولى كالقوي إخوان إن فيشي دام اللي هي إخوان واحد السلسلة ديالسوبرمارشيات اللي كان ما بين روما وفروزينوني أما في المرتبة الثانية كين طوزانو اللي عنده 19 محل تجاري كينن في البروفينشات الآتية فيرونا فيشانسا بريشا فينيتسيا مانطوفا تريفيزو فرارا بادوفا وأوديني وكيتميزو بالأتمينة ديالهم اللي هي من خافضة اللي قراب لي يقلب عليهم يدور في محاد الجولة ويشوف واشتمن ديالهم مزيان وكذلك الجودة ديال الأشياء اللي عندهم مش مزيانة وطبيت الحال النصائح الأخيرة اللي كيتكتبوا في هذا المقال من هاد الجمعية هو أنه الواحد قبل ما يبشي تقضى من المستحسن باش يوفر أنه قبل ما يخرج من الدار يدير واحد اللائحة اللي فيها جميع الأشياء اللي ناقصة في الدار أو قريبة سالي هذه الحاجة اللولى الحاجة الثانية ونصيحة اللي تنقولوها دائما مع أمرك تبشي تقضى وانتج يعان أو مثلا تبشي تقضى في رمضان من بعد ما أنك ساليتي الخدمة عيان وعطشان غتشري بزاق ديال الأشياء اللي ربما ما غتحتاجهاش بطبيعة الحال غادي نتكلمو كذلك إخوان على أنه مني تكون بغي تتقدى أشياء اللي هي قليلة خدك الكريسة لك الجر صغيرة ومتاخدش كاروسة اللي هي كبيرة لأنه الكاروسة الكبيرة غادي تبلك دائما فارغة وغادي تحاول أنك تمنأها بأشياء اللي ربما أنت محتاجهاش أو مواقفش عليها في حين أنه النصيحة الأخيرة قبل ما تبشي الكاسة وتخلص واحد المراجعة السارية على ذلك الشيء اللي تقديتي وش كله محتاجه ولكن شيء أشياء اللي ربما من المستحسن أنك تخلي عليها هاد شيء بطبيعة لإخوان نصائح دي الأخصائيين باش تقدروا أنكم توفروا القليل وتشريوا ذلك الشيء اللي فعليا أنتم محتاجينه النصيحة الأخيرة هو أنه الواحد يلاقدر يمشي تقدى من بعد ما أنه يفطر أو من بعد الغضاء ما يأخرش تقدى لإحتل العشية لأنه في العشية الجودة ديال المنتجات اللي هي طبيعية فريسكا كتكوني إخوان الجودة ديالها ماشي تلهي يعني من الأحسن تأخذ فريسكا مع الصباح أو يعني إلا تعطلتي ما بعد الزوال فهذا الفقر يا إخوان أغلي مشو نشوفو ذك الشيء اللي وقع مع شركة ديال السيكان وديال البزاطم وكذلك يا إخوان سماطي ديال الجلد اللي هي مشهورة في إيطاليا سميتا ألفيرو مارتيني السيكان ديالها تقريبا كيديروحة 350 أورو ولكن لكي كلفوا الشركة لكي تصنعهم حوالي 20 أورو يعني من 20 أورو تمان ديالهم في المحل التجاري كي يولي ب350 غتقولي فين كي تصنعوا بـ 20 أورو كي تصنعوا في مونزا بريانسا يعني في البروفينشا وكذلك إخوان في عدة مناطق من مدينة بافيا هذو يا إخوان الصور الناس في كانت عيشة وفين كانت ساكنة وهذه الصور نشراتي إخوان في العديد من المواقع الإيطالية وكذلك النشرات الإخبارية هنا يا إخوان في كانوا يخدمون ذلك الشريل الجلد بطبيعة الحال المكان اللي يخدمون فيه هو في نعيشين وغادي تشوفوا يا إخوان هنا بالدليل كيف لا تشوفوا معي في كنعسو هنا كان النموسيات وهنا يا إخوان هذا البلاث صراح شوية بعدها هنا يا إخوان كين أماكن اللي هي كل هاي إخوان ميديتي وكيف ما كتشوفوا معي رأس صورة غانية عن كل تعليق وطبيعة الحال هنا بتنعسي إخوان داخل الشركة وهذه هم البورسات اللي كانوا كيتصيبوا وطبيعة حال واش الشركة اللي كانت كتبعة هاتشي الفيارو مارتيني كان فراسة هاتشي على حسب ما تيقول القداء لما فراسهاش ولكن ومع ذلك القانون كيعطيها الإلزامية أنها تراقب سلسلة الإنتاج بالشألة كانت شي حاجة ممزيانة تحييدها وهاتشي اللي ما دارتوش ولذلك القاداء الإيطالي حجز عليها قادائيا وكلفوا حجوش الناس اللي غير رافقوا الشركة والمديرين ديالها في العلاقات ديالها مع المنتجين بطبيعة هاتشي اللي كانت كيوقاع باش نفصل لكم الشركة كانت كتعتمد على شركة تانية هي بطبيعة عندها حوالي 100 خدام وكتفاكتوري حوالي 50 مليون ديال الأورو سنويا تقريبا كتر من 50 مليار مغربية كانت كتعتمد في الإنتاج ديالها تسيكان على شركة ثانية هي اللي تكلفة بالإنتاج ولكن هاتش الشركة الثانية ما عنداش الإمكانية أولى القدرة باش انها تنتج ديك الكمية اللي الفيرو مارتيني كيطلبها وما عنداش كذلك الإمكانيات كيتبين أنه هاد الناس من غير أنه كانوا ياخوان تيخدموهم في الليل كيخدموهم السبت والحد كيخدموهم في الأعياد ما كانوا شيء يخلصوا محتمزين بطابية الحال ما كانوا كيخلصوا عليهم الضاربة وما كانوا كيخلصوا عليهم الكنتريبوتي وكان كل شيء في النوار وكانوا كيخدمو البياسة ماشي الساعة مثلا غتخيطوا السنسلة 80 سنتيم أو ستقاد الجلد الفقاني الصباط بأورو 25 للجلدة يعني كتقاد الجلدة الصباط الفقانية وكتخيط خاصة مثلا لصقف السوميلة ولذلك كانت احتاءت ميني اللي هي نازلة ونازلة بزاف من بي الاشياء اللي خلت انه البوليسي يعيق بهم يا اخوان هو السهلاك المفرد دي الكهرباء في الاعياد وفي الليل علاش لانه هاد المصانع الصينية كانت اخوان كتجهد الانتاج ديالها في الليل وفي الاعياد وفي السبت وفي الاحد لانه الكنترول ما كيكونش ولذلك من جوي يراقب الاستهلاك دياله في العام اللي داز من شهر واحد الى غاية شهر عشر القبل لانه الاستهلاك ديال الضوك يكون طالع وطالع بزاف فهد الايام هاد المصانع الصينية كانت كتديري اخوان هاد الصيكان بعشرين اورو هي الكلفة النهائية وكانت كتعطيها للشركة اللي كتعتمد عليها الفييرو مارتيني اللي كتفاكتوريها بخمسين اورو يعني كتقول لي مراكل الفتنة خمسين اورو و الفييرو مارتيني كيحط في المحل دياله بثلثمية وخمسين فهذا الفقر يا اخوان هنشوف واحد تقارير اللي غيرطيكم معلومات على اشنك يروج في السوق ديال السيارات معلومات اللي خرجوا في واحد تقارير دارتوا اخوان الجمعية الوطنية اللي كتنوب على الشركات اللي خارج ايطاليا واللي كتبعت طاليا بحل فولزفاغان داسيا ميرسيديس وهكذا المهم اللي كين واللي كيتلاحظ هو انه لأول مرة منذ 1928 يعني حوالي اخوان 96 عام لأول مرة شركة خارجية غدي تفوق على شركة فيات الايطالية في المبيعات هاتشي اخوان غدي يكون اللي صالح شركة فولزفاغان اللي كتنتج الجولف واللي غدي تقدر انها شركة فيات في ايطاليا بطبيط حال فاتت الفيات اخوان عرب 220 سيارة ماشي عدد اللي هو كبير ولكن راك يبقى اخوان رقم اللي لابد ما ياخذ بعيد الاعتبار وخار 220 سيارة ولكن ما عمرها موقعات في التاريخ منذ بداية تسجيل هاد الارقام في ايطاليا يعني من 1928 عشرين بطبيط حال انا نشوف الارقام ديال السنة كاملة سنة 2023 من شوف شعير شهر 12 بحده كل القوم لانه شركة فيات متفوق وبكثير لانه في سنة 2023 فيات باعت 174 الف سيارة في حين انه باعت 122 الف سيارة كان وحد الفرق ما بيناتهم ديال 50 الف سيارة ومع ذلك شركة فيات تسجل واحد تراجع فيما يتعلق بالحصة ديالها في السوق الحصة ديالها في السوق الايطالية تراجع الى 11.14% في حين انه السنة اللي قبل كانت في 13.60% يعني كان واحد تراجع في الحصة ديالها في السوق اما ان نشوف السيارة اللي باعت الفيات في شهر 12 بحده ره باعت 10 523 سيارة في حين انه وولزواجن باعت 10752 كيف ما قلت لكم فايت قريبا بـ 120 سيارة فقط ولكن رقم تاريخي لكيف ما كيكتب الكوريا لدر السيارة مشي عن رقم ولكن ارى عنده كذلك تأثير دياله بسيكولوجي على الشركة الايطالية لمنذ 90 عام وهي كتحتل المراتب الاولى في السوق الايطالية نمشو نشوف الموديل لا تخرين شنو هو الموديل اللي باعت الفيات بزاف شهر 12 ليداس الموديل اللي باعت هو الموديل ديال فيات باندا اللي باعت منها تقريبا 7000 ضد الشركة التانية المنافسة اللي هي اخوان تيروك اللي تباعت منها حوالي 3500 اما نشوف العام كامل كالقبل انه الباندا تباعت منها 101 ديال الالف يعني كتار من 100 الاف سيارة يعني الباندا رحك تشرب بزاف من عد الايطاليين والسيارة التانية اللي كتنافس الباندا في الطاليين هي داسيا داسيا سانديرو اللي تباعت منها تقريبا 48000 سيارة اللي هي اخوان تباعة الرونو حاجة اخرى اللي هي مهمة وهذه اخر معلومة هو انه الفيات في ايطاليا كتحاول انها تدخل السوق بقوة عن طريق سيارة تانية اخرى اللي غادي تحط في الايام القادمة اللي هي الفيات سيشانتو اللي غتكون ابريدة يعني ضو وكذلك واقود بطبيعة الحال خرجات الاخوان الفيات سيشانتو اللي هي كلها كهرباء ولكن الارقام المبيعات ديالها ما كانت كيف المنتظر ولذلك غاي خرجوا في بلاس كلها كهرباء نص كهرباء ونص بالواقود فهذا الفقر يا اخوان غدي نتكلموا على واحد تقارير اللي نشروا المركز ديال الابحات والدراسات حول الضمان الاجتماعي او بخلاصة كيدروا الابحات ديالهم حول التقاعد في ايطاليا اللي اللي غاي كوني اخوان في تقاعد ولذلك حيث العدد ديالهم كبير نفقات ديال الدولة اللي غدي تصير على التقاعد غدي تكون باهدة وكبيرة ولذلك هالتقرير اللي تم تقديم دياله في مجلس الشيوخ من بين المقترحات اللي داره هو انه الدولة تعرض واحد السوبر بونس يعني بونس اللي كبير لجميع الناس اللي غاي قبلوا انهم يخدموا حتى السن ديال 71 سنة وماشي السن ديال القانون الحالي اللي هو يسبع السن سن بطبيعة الحال العدد ديال الناس اللي كيخرج تقاعد في ايطاليا غادي وكي تصاعد الناس اللي كتخدم حتى هي اخوان غادي الارقام ديال لك تصاعد ولكن ايطاليا يبقى غادي مزيان من هنا يروا حتى الـ 15 عام من بعد غادي يلقى وريوصنا في مشاكل هي كبيرة لانه على حسب ما تيقولوا الحكومة الايطالية او النظام في ايطاليا غادي بدون بوصلة ما عندوش بعد النظر يعني كيشوف عرق قدام وما كيشوف اخوان البعيد بزاف في حين انه في سنة 2035 2040 مني الاطفال اللي تزادوا من بعض الحرب يعني كنت تكلموا يا اخوان مني سنة الحرب في ايطاليا العائلة تولدوا بزاف كتار ما كيولدوا حاليا كانوا كيولدوا كتار من مليون طفل في السنة دابرا 400 الف طفل ما كن وصلوش لها هذوي اخوان غادي خرجوا تقاعد ولذلك غادي نتكلموا على اكبر تحول ديموغرافي في ايطاليا في تاريخ ديالها وربما الدين ديال الطاليان غايل لي كتار يا اخوان من 3000 مليار ديال الاورو اللي هو واحد ديون اللي هي كبيرة اللي غايتسبب فيها بشكل كبير هو يا اخوان التقاعد بطبي الحال التقاعد في ايطاليا وخلنا نسك تخرج على 67 عام ولكن الى نشوف الواقع وجينا نشوف المتوسط كلقوا انه المتوسط في ايطاليا هو 63 سنة من اصغر الناس يخرج تقاعد في اوروبا لانه تدري لهم قوانين اللي تعطيهم امكانية انهم يخرج تقاعد بحل كوتا تشانتو او كوتا تشانتو دوي او تقاعد والاعانة الاجتماعية كانت تخسر 73 مليار سنويا في سنة 2022 يعني من بعد مرور تقريبا 14 عام ولت ايطاليا تخسر 157 مليار دي الاورو يعني نفقة ضاعفه ب 126 في ايطاليا ايطاليا 2008 الناس لهم فقراء وما كانو يقدروا يوصلوا النهاية دي الشهر يعني الخلصة ما كتكفاهمش كانو جوش المليون ومئة الف اما اخر الارقام دي الاستاس كتكلم لانه ايطاليا فيها 5 مليون و700 الف شخص اللي ما كيوصل للاخر دي الشهر يعني الارقام دي الفقراء الضعفات وخي اخوان السبيزا سوشالي الضعفات كذلك في ايطاليا ولذلك في الختام دي هذا التقرير كيني اخوان نداء للحكومة الايطالية باش انها اولا ترفع من السن دي التقاعد وما تبقاش تدير هذو التخريجات بحل كوطة شانتو تري او كوطة شانتو اللي تخلي الناس انهم يخرجوا من التقاعد قبل وكذلك التقليص من المساعدات الاجتماعية طبي تقول يودي هذو هذو لابس عليهم وعندهم الفلوس ولذلك ما بغنش انه الحكومة تعاون الناس لا بالعكس هم الهدف ديالهم انهم يضبطوا الميزاني ديال الدولة تقول لها عاوني ولكن بطريقة اللي هي معقولة اكتر ماشي يكوني اعانات بطريقة عشوائية وراكم عارفني اخوان كانوا يستفدوا منهم ناس اللي عندهم الخير يعني ما كنقولوش ناس اللي هي فقيرة عندهم الخير وكي يستفدوا بحل البونوس ديال الترانسبور مثلا بزافية الناس خدام ولبس عليها وكانت كتت تستفد منه في حين انه كان ربما من الاشدر انه تعطيه الناس اللي هم يمحتاجين وما قادر انهم يوصلوا لنهاية الشهر لانه الخلصة قليلة هاد الكلام ما غيعجبش الناس اللي كانت تحصل عليه وعنده فلوس ولكن هذا هو الواقع ونفس الشيء البونوس ديال البنزين الناس اللي كانت تستفد منه كانت يستفد منه طاليا كامل كيف المهندس كيف النوطير كيف اللي خدم بالناي في حين انه كان من الاشدر يتعطاع لحساب ليزي ماشي بالطريقة لدارة الحكومة الايطالية ولكن طريقة اخرى انسب